كمام كده يا شباب زي ما انتم شايفين وفضلت احزف كلمات لحد ما ظهر المربع باللون الازرع. بعد كده المفروض ان انت بقى بتتكح ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد. طبعا يا شباب النهاردة اعرفك يا صاحبي ازاي تقدر تخلي فيديوهاتك تتصدر نتائج البحث على اليوتيوب. بس اول حاجة يا جماعة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجة يا جماعة بالله عليكم ادعموا الفيديو ده لان طبعا نبقى له فترة كبيرة جدا ما بنزلش فيديوهات عشان كان عليها امتحناته طبعا كنت انزلت بوسط وعرفتكم على المنتظر. طبعا يا جماعة الفيديوهات هتنزل في معادة لان النهاردة لسه نخلص امتحنات فعشان كده الفيديو ده هتلاقي نازل مش في معادة. الفيديوهات هتنزل يوم الاربع ويوم السابقة عادي جدا الساعة اتنين طبعا. وطبعا الناس اللي متابعنا على قناة ميدو جيمز هابدأ انزل فيديوهات ان شاء الله من اول بكرة وطبعا الفيديوهات هتنزل باستمرار كل يوم طبعا الساعة اتنين زي ما بنزل الفيديوهات في معادة. يلا بينا بقى نشوف الفيديو يا شباب لانا عارف ان اطولت عليكم. اول حاجة طبعا يا شباب هصور لكم كل حاجة انا بعملها عشان نشوفها مع بعض. تمام كده يا شباب. اول حاجة انا اعملها يا شباب واللي عايز اتكلم فيها ان انت عشان تجيب مشاهدات عالية عموما للفيديو لازم تهتم بالكلمات المفتاحية والليها طبعا تعتبر كلمات البحث اللي الناس ممكن تبحث بها. دي رقم واحد ورقم اتنين الصورة المصغرة لازم تهتم بها كويس هي والعنوان. العنوان رقم تلاتة. بالنسبة للصورة المصغرة والعنوان فمش هتكلم عنه من النهاردة هنتكلم النهاردة عن الكلمات المفتاحية. ازاي تقدر تجيب الكلمات المفتاحية وتكتبها وتحطها في الفيديو بتاعك. بحيث ان اي حد يبحث عنها يقدر ان هو يوصل للفيديو. واعرفك ايه هي الكلمات المفتاحية عموما يعني. تعالوا نخش كده على المتصفح ونبدأ ان احنا نشوف. بص يا شباب طبعا ده فيديو اخر فيديو اللي نزلته على القناة. لو نزلت هنا تحت هتلاقي في حاجة اسمها العلامات. العلامات ديت على طول بتظهر لك في اي فيديو. هتلاقوني كاتب كلام كده انا يا شباب اهود طبعا كل كلام بكتبه. مثلا بتكتب اي حاجة بتكتبها كده وبعد كاب تضغط بتتحط بتبقى الكلمات المفتاحية. هي ديت الكلمات المفتاحية المسؤولة عن البحث. بمعنى ان اي حد هيبحث عن الفيديو بتاعي باي اسم من الاسم اللي موجودة هنا ديت. طبعا لو اي حد كتب برنامج تصوير شاشة اي حاجة من المكتوبة هنا الفيديو هيزهار ده. وتعالوا نشوف دليل على الكلام ده. هنخش هنا على اليوتيوب مسلا طبعا هنجيب لكم الفيديو عندي عشان عايز اقول لكم على حاجة. هنجتب مسلا ايه? تهكير جاتة. طبعا اول ما يزهر هيزلق الفيديو. الفيديو بتاعي ده طبعا الفيديو جايب اربعة وتلاتين الف مشاهدة وطبعا الفيديو ده الصورة المصغرة والعنوان كان لها تأثير جدا على المشاهدات. مش بس كده عايز اقول ريك حاجة كمان ان عشان انت تجيب مشاهدات عليها لازم تهتم بالكلمات المفتاحية والصورة المصغرة اكتر. تعال انزل تحت كده شباب هنلاقي فيه هنا فيديو اوت. طبعا وجايب صورة من داخل اللابة وحاططها على طول كصورة مصغرة مش كاتب عليها اي حاجة. والعنوان عنوان بسيط جدا. والفيديو بتاعه جايب واحد وسبعين الف مشاهدة. وطبعا الفيديو بقاله فترة كبيرة جدا. بقاله سنتين. انما الفيديو بتاعي جايب اربعة وتلاتين. يعني اقل منه بشوية. وكمان منشور حديث. يعني المفروض الفيديو اللي تحت ده طالي اظهر في الاول. بس طبعا الفرق ان انا هنا في الكلمات المفتاحية مزودة شوية وكمان حطت الصورة المصغرة تجذب الناس. فبالتالي الفيديو ده اكتر يعني اول ما حد يبحث اكتر فيديو ممكن الناس تفتحه على طول. تمام كده يا شباب. فالكلمات المفتاحية والصورة المصغرة والعنوان هم العمل الرئيسي لشهرة اي فيديو. فانا قلت لكم طبعا الاوليين الصورة المصغرة والعنوان دول هيبقا لهم فيديوان تانيين على القناة. فخلونا نرده نشوف الكلمات المفتاحية بنجيبها ازاي. ازاي نجيبها ونحطها في الفيديو بالشكل ده. اول حاجة هتخش على موقع صاحبي الموقع ده يسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا الموقع ده بتبحث في عن اي حاجة انت عايزة. يعني مثلا انا كنت كاتب جاتب في السيتي زي ما انتم شايفين زل مجموعة من الكلمات المفتاحية بالشكل ده كده. طبعا انت الحاجة اللي انت بتنتشرها او هتنشر عنها اي موضوع اي ان كان تكتب عنه مسلا بالعرب وبالانجليزي عشان تظهر لك كل حاجة عن الحاجة عن الفيديو بتاعك بالعرب والانجليزي. بمعنى يا شباب ان اكتب مسلا هنا مايك بويا هو كده كتبت بالعرب والانجليزي. كل حاجة تخص مايك بويا ظهرت لان هو تشبه. تمام كده? كل علاقة لانا بضغط على كلمة كوبي هنا وخلاص. كده انت تحفظت معي بتروح هنا تعمل لابست. طبعا هي انها تحفظت. بس عندك لو تلاحظ هنا هو تظهر لي المربع بالشكل اللي انت شايفه باللونه الاحمر معنا كده اني مش هينفع احفظ الكلمات ده. ليه? لان انا طبعا حطت هنا الف خمسة وعشرون حرف يا شباب وهو طالب منه خمسمية بس. فانت طبعا لو تظهر لك بالشكل ده كده وانت بتحط الكلمات المفتاحية بتفضل تحزي في الحاجات اللي مالهاش لازمة او اللي هي ما تخصش المحتوى بتاعك. يعني مثلا علينا مكتوب آآ مايك بوية للموبايل ومايك بوية للجوال فانت طبعا تحزف اي حاجة. يعني تحزف يعني الكلمات المتشابهة تحزفها. لحد ما توصل لخمسمية. زي ما هو طالب طبعا كل ما بتحزف هو بيقول لك وانت حزفت ايه كده? لحد طبعا ما يظهر لك المربع اللي انت شايفه ده باللون الازرع. تمام كده يا شباب زي ما انتو شايفين انا فضلت احزف كلمات لحد ما دهر المربع باللون الازرع. بعد كده المفروض ان انت بقى بتتكح افز الكلام ده انت بتعمله يا صاحبه وانت بتنشر الفيديو. بس انا طبعا بما انه ما بنشرش فيديو الوقت فانا جبت لكم فيديو قديم وبشرح لكم عليه. تمام? الكلام ده انت بتعمله وانت بتنشر الفيديو على طور. طب كده يا شباب انا سيب لكم لينك الموقع ده في صندوق الوصف. اتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو بتاع النهاردة. لو الفيديو عجبك يا صاحبه. ما تنساش لايك وشير بساوسكرايب. اتمنى يا شباب ان انتو تدعمون الفترة الجاية ديت. لان يعني فعلا انا عارف انها كانت فترة صعبة. وانت طبعا ان شاء الله نرجع زي الاول واحسن. شكرا لكم على المشاهدة. كما اكمل حمد جابر. سلام. اشتركوا في القناة